جيداً اليوم ياتاني إن شاء الله رب العالمين حيكون درسنا عن القاعدة هلا أول إشي منا نشرح القاعدة وبعديها نستمتج شو هي وشو اسمها look at the first table هنا عنا هي جاي معاها هاي الاس اكتب لي فوقيها نيجي لنمبر two she's برضو الشي جاي معاها اس هاي اختصار لا is هلا he he is she is look here ironing clothes هدا فوقي بدي تكتب لي إنه هو الفيرب يعني فعل هلا بدي تحط لي عال ing circle taof حط على هنا listening حط على ing circle لاحظوا كل الفيربت اجوا ورا遍 هず وشي els اجوا وراهم وضاف ing ing الفعل الاساسي هو iron هنا play هنا listen لكن احنا ض quarterback لأنه فيه معهي وشي إز ماشي هلا ماشي الحال هلا مم من النقطة بدالها برنام هو شي الشي شو بتاخد يا تاني بتاخد إز وهلا مم شو الإشي اللي عم تعملوا الآن أمامنا قدام عيوننا اللي إحنا شايفينه بالصورة عمتي كوي بالملابس عشان هيك ضفنا للفيرب آي إن جي آي إن جي هلا هو الفعل أصلا آيرون بس لأني أنا شايفها أمامي أمامي إنه هي عم تكوي عشان هيك حكيت آيرونينج مم إز آيرونينج إكلوس الجملة الثانية تركول إياها نيجي لنمبر تو look at that أول إشي من أن نحط بداله هلا اله بتاخد إز هي إز هلا في هاي اللحظة اللي إحنا منتفرش فيها على الصورة Dad is listening to the radio عم يستمع للراديو عشان هيك ضفنا للفيرب آي إن جي look at picture number 3 هدولا الهينز آه هينز ذي والذي أخدنا يا تاني بتاخد آر مو إز ذي آر هلا الفعل الأساسي هو إيت لكن شو ضفنا لها لأنه في آر بالجملة في ضفنا لها آي إن جي لأنه هلا شايفين الهينز هيكم أمامنا عمالهم بيتناولوا بالحبوب أو بيأكلوا بالحبوب عشان هيك حطينا آي إن جي هلا كلمة كورن معناها حبوب هلا في الثلاث جمال هدولة mom is ironing the clothes dad is listening to the radio the hands are eating corn كلهم شفنا الفيرب مضاف إلو آي إن جي هلا هاي الآي إن جي تضاف للفعل لما يكون الشخص عم يعمل بالإشي باللحظة اللي أنت شايفه فيها منسمي هذا الفيرب present continuous يعني مضارع مستمر مضارع مستمر إذن منسمي هذا الزمن أو التنس منسميه present continuous يعني المضارع المستمر هلا المضارع المستمر بتكون من ثلاث أشياء الإشي الأساسي هو الفيرب إنه يكون موجود بالإي إن جي لاحظوا آي إن جي آي إن جي آي إن جي ولازم يكون قبل الفيرب يا إما إز يا إما آر يا إما آم هلا شي تاخد إز بعدين منحط بلس فيرب بلس آي إن جي هلا هي تاخد تاخد إز إز سوري بلس فيرب يعني فعل بلس آي إن جي هذا هو تركيبة البرزنت كونتوني واس المضارع المستمر هلا عنا آه إزي تاخد آر ذي آر بلس فيرب بلس آي إن جي شفتوا؟ هلا هدول الأفعال لازم ينحط لهم آي إن جي متى في حالة لبريزنت كونتونيووس تسألوني متى لبريزنت كونتونيووس يا ميس لبريزنت كونتونيووس لما يكون الشخص عم يعمل بالإشي أمامك يعني أنا هلا هلا أنا أمامكم عمالي بشرح لكم إنجليش مضبوط عشان هيك شو بحكي آي أم إكسي بلايني إنجليش أنا عم بشرح إنجليش مضبوط عشان هيك ضفت لأ إكسي بلاين اللي هي معناها يوضح أو يشرح ضفت لها آي إن جي هلا حطيت في جملتي أنا حكيت آي الآي شو بتاخد يا تاني هاي كتبنا عن الشي كتبنا عن الهي كتبنا عن الزي هلا الآي تاخد آم آي آم بلس فير ببلس آي إن جي هلا اليو تاخد آر يو آر بلس فير ببلس آي إن جي وي وي بتاخد آر وي بتاخد آر بعدين بلس فيرب بلس آي إن جي أند إت اللي هي لغير العاقل بتاخد إز بلس فيرب بلس آي إن جي مفهوم؟ هلا لك أت بيج سفنتي نين سفنتي نين هدول التنين هم التنين مو واحد لأنهم تنين حكالنا عنهم ذي هاي الآر والإي it's a short form of R اختصار لكلمة R شو يجا وراهم؟ يجا وراهم آي إن جي بدكم تنتبهوا يا تاني لازم بعد إز و آر و آم يجي الفيرب آي إن جي آي إن جي منضيف له إحنا آي إن جي لأنه مستمر لأنه باللحظة اللي أنا بحكي فيها معاكم هو كان بيعمل هذا الشخص بهذا الإشي هاي هم هم اتنين هدول عملهم بيصرخوا الآن في اللحظة اللي أنا حكيت جملتهم هم عم بيصرخوا نيجي لنبر 2 هاون هيلن أوكي هيلن عم تحكي عنهم ماشي بتأشر عليهم تحكي لهم يو آر ووكينج يو آر ووكينج هاي اليو إجا معاها آر إي اللي هي اختصار لآر وضفنا للفيرب إيش يا آآ تاني آي إن جي لأنهم بهاي اللحظة عمالهم بيمشوا أوكي نيجي لنبر ثري وي آر وووشينج تي في وير وير هاي اختصار هاي الآر إي اختصار لآر وضفنا للفيرب إيش يا تاني ضفنا للفيرب آي إن جي هيك بتكون القاعدة إنه إنت في حالة البرزنت كنتونيو وصال مضارع المستمر هذا الفعل بيدل على إشي بيحدث أمامنا الآن بهاي اللحظة شو لازم نستعمل معاه نستعمل لثري هالبينج هم إز آر أم مين اللي بيجو مع إز يا آآ تاني هي شيئت مين اللي بيجي مع آم آي لحالها هاي ومين اللي بيجي مع آر وي يو ذي لما تشوف هدول التلات أفعال مساعدة إز آر آم وبد يجي وراهم فيرب لازم يجي الفيرب بالآي إن جي ما عليك إلا تضيف آي إن جي وهيك بتكون قاعدتهم هاي بحالة الأفيرماتف فورب بحالة المثبت هلا إن شاء الله بكرة رح أكتبلكم إياها على الدفتر نكتب أنا وإياكم سوا عشان تفهموا إياها منيح منيح وبعدها منكمل هدول الصفحتين لسه ما كملوا 78 و 79 ما كملوا لأنه فيه إشي تاني ليست أعطيكم إياه بس هاي فكرة توضيحية عن البرزنت كونتونيوز شكرا للمشاهدة شكرا